بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازاي حضراتكم معاكم مهندس ابراهيم حسن وهي النهاردة ان شاء الله حنبدأ مع بعض كورس basic process instrumentation and control ازاي ما شفنا فيه البرزنتيشن بتاع الكورس الكورس ده احنا اتفقنا ان هو هيهم اي شخص شغال في مجال الصناعة مجال الصناعة دوت بمختلف النواحي بتاعته سواء انا بتكلم في شركة بترول او شركة بترو كميويات في مجال القهرباء في مجال الصناعة في مجال الطاقة اي مصنع انا بشتغل فيه بيكون في عدد كبير جدا من الاجهزة وبيكون في عدد اكبر من control loops عن طريق الاجهزة اللي احنا بنستعملها طيب هنبدأ الكورس اول حاجة مع بعض بيه الcontent بساعته او الoutline حلق ايه اول حاجة احنا هنتكلم على introduction مقدمة سريعة عن علم القياس وعلم ال control وايه اهميتهم وايه المقصوب بيهم وايه فايداتهم بعد كده هنبدأ في اهم الكياسات اللي احنا بنستخدمها في مجالنا اللي هي pressure measurements او اياسات الضغط level measurements او اياسات المنسوب او الارتفاع والflow measurement وال temperature measurement او الحرارة واخر حاجة هنشوفه نبزة سريعة عن دي سي اس ويه اللي اس كده دي كده الcontent بتاعت الكورس بتاعنا وان شاء الله تكون تغطي كل التوقعات اللي احنا محتاجينها علشان تفيدنا في مجال عملنا طيب هنبدأ اول حاجة مع بعض ب introduction بسيطة عن instrument and control process فبلاقي ان بعرف instrumentation ده science او العلم بتاع automated measurement and control يعني ايه انا عايز اعمل control عايز اعمل تحكم فالتحكم دوت بيكون عن طريق الاس يعني ايه بيكون عن طريق الاس حاجة بسيطة جدا عايز اعمل لها تحكم اي حاجة انا عايز اتحكم فيها لازم الاول بقدر او بيبقى عندي القدرة اللي انا قاقسها هو انا ينفع اتحكم في حاجة انا مش قادر اقسها لا طبعا مش هينفع يبقى اول خطوة انا حعمل عملية الاس حقيس الحاجة وبعد كده من خلال عملية القياس ديت اقدر ان انا اتحكم فيها فبلاقي ان علم القياس دوت ده علمي كبير جدا ومنتشر جدا وموجود في الابحاث الحديثة اللي موجودة دلوقتي طيب هلاقي ان انا في الكورس دوت هعرف اول حاجة شوية fundamentals principles بتاعت industrial instrumentation ايه المبادئ الاساسية ديت اول خطوة احنا تفعنا اللي انا لو مقدرتش اقيس something لو انا مش قادر اميجر something يبقى انا مش هقدر اتحكم فيه مافيش فايدة اللي انا اتحكم فيه يبقى اول خطوة لان انا اعمل control اللي انا اعمل ميجر something طيب something ديت ايه اللي مقصود بيها ايه الشيء ما دوت something ده في مجال الصناعة فيه ممكن ياخد اشكال كتيرة جدا منها على سبيل المثال وليس الحصر fluid pressure الضغط بتاع fluid اللي ماشي عندي منها fluid flow rate معدل السريان بتاع الفلو بتاعي قد ايه بتاع الفلو بتاعي قد ايه بتاع الفلو بتاعي قد ايه منها temperature بتاع of an object درجة حرارة جسم انا دلوقتي عشان اتحكم في درجة حرارة جسم يبقى لازم اقسها الاول منها fluid volume stored in vessel الحجم بتاع السائل اللي متخزن جوه وعاء او جوه tank منها التركيز الكيميائي chemical concentration ومنها برضه من الحاجات المبتهميني machine position الوضع بتاع المشين بتاعتي دلوقتي فين الموشن الحركة بتاعتها والacceleration التصورة واخر حاجة ممكن احتاج اللي انا ايه physical dimensions of an object يبقى لما بتكلم اللي انا عايز اعمل measure لsomething to control it measure لsomething ده بيكون اي كمية فيزيائية في مجال الصناعة بتاعي اي كمية فيزيائية ضغطة حرارة ارتفاع منسوب معدر سريان مكان position اي حاجة من الحاجات ديه برضه من الحاجات اللي بيهميني اللي انا عرفها count of an object او اعمل inventory اللي انا بعيد الحاجات عندي مصنع مثلا مصنع مثلا اغزية بيحط علب كل كارتونة مفروض يكون فيها 20 علبة انا عرف منين اللي انا حطيت العشرين علبة بتوعي وان الكارتونة دي مفروض تتقفل على كده وما فاجه غلط يبقى انا لازم اعمل count لالobjects بتاعتي برضه ابسط الحاجات اللي احنا بنحتاج نقاسها في حياتنا العاملية بعيدا عن مجال الصناعة خالص او بعيدا عن اي حاجة كبيرة electrical voltage الجهد الكهرابي والاوم او resistance بتاعتي المقاومة والcurrent اللي هما الثلاثة الثلاثة والطيار المقامة دي ابسط صور الاياس اللي انا بستخدمها في حياتي العملية طيب خلاص انا ادرت ان انا اقيس الكمية بتاعة الobject طالما ادرت ان اقاس الاس يبقى انا هقدر اتحكم فيها ازاي الكمية الكمية ستبدأ تروح لإنديكيتنج أو كومبيوتينج ديفايس ستروح لجهاز الجهاز ممكن يكون إنتبه بإنديكيشن مجرد أنه يعرض لي الكمية التي أستهقت أو تروح لكمبيوتينج وطبعاً معنا كلمة كومبيوتينج إن ده شيء كبيراً سأبدأ أدخل في حسابات وعمل بروسسنج وكلام ده كله ويطلع لكمبيوتينج دوت يطلع لي قرار هذا القرار بناء على المعادلات أو البروغرام اللي أنا أضعه فيه وبناء على الكمية اللي أنا أستهد السيجنال اللي هتطلع من الكمبيوتر دوت أو من الكمبيوتينج ديفايس أو من الهيومن أو من الشخص نفسه أنا ممكن الإشارة أو الكمية اللي أنا أستهد أبعاثها لواحد ويقرها وهو اللي يأخذ القرار القرار اللي هتطلع دوت هتطلع برضو عن طريق سيجنالز تمام؟ والسيجنالز دي في الآخر هتروح لحاجة اسمها فاينال كنترول ديفايس الفاينال كنترول ديفايس دي الحاجة اللي هتاخد الاكشن أو اللي هقدر عن طريق أعمل كنترول عشان أتحكم في الحاجة اللي أنا أستهد في السامسنج اللي أنا أستهد يبقى تاني اللوبة بتاعتي بدأت باللنا است سامسنج وعرفنا إيه هو السامسنج ده ممكن يكون إيه وبعدين هاخد الاشارة أو هاخد الكمية اللي أنا أستهد أية وحبدأ أبعاثها لإنديكيتنج لو إنديكيتنج يبقى خلاص يبقى حعرض الكمية اللي أنا أستهد أو هبعتها لكمبيوتنج ديفايس يبقى أنا كده حدخل في حسابات وقرار ومش عارف إيه أو ليه هيومن ليه إنسان أو ليه شخص هياخد برده قرار هيبص على الرقم اللي طلع دوت ويقرر الرقم ده كويس الرقم ده وحش وبناء على القرار اللي أنا هاخده أو إن الكمبيوتنج ديفايس ده هياخده هيبدأ يطلع سيجن اللي حاجة اسمها فاينال كنترول ديفايس طيب الفاينال كنترول ديفايس ده ممكن يكون زي ايه؟ ممكن يكون كنترول فالف بال في تنظيم إحنا تفقنا أن بال في التنظيم ده أو إحنا عارفين لبال في تنظيم ده ده ديفايس أنا بستخدمه عشانا استخدام سلواتر للفلوريد فانا بتحكم في ضغط بتاع فالفلوفد لقيت الضغط ده قليل عرفت منين اللي هو قليل عن طريق الاني عوضوا بقccрат الضغط دوة لكمبيوتنج ديفايس فكمبيوتنج ديفايس قرر إن الضغط دوة قليل فحيبدأ يبعد سيجنال للفاينال كنترول ديفايس اللي هو الكنترول فالف بتاعي في الحالة ديت عشان يفتح زيادة عشان يزود الضغط القليل ممكن يكون إلكتريك موتور أنا دلوقتي عندي تانك التانك دوت بقيس الليفل بتاعه اكتشفت ان الليفل بتاعه ده قليل فحياخد القيمة ديت القيمة اللي أنا قاستها بعتها للراجل اللي قاعد الهيومان اللي قاعد فلقى المنسوب او الارتفاع ده قليل فحياخد قرار ان هو عايز يملى التانك فحيروح يشغل الالكتريك موتور عشان يبدأ يملى التانك التاني يبقى الالكتريك موتور في الحالة ديت هو عبارة عن الفاينال كنترول ديفايس بتاعي ممكن يكون الالكتريكيتر سخان درج بتحكين به بدرجة الحرارة فأنا عندي حاجات كتيرة قوي أنا عايز اقسها وحاجات كتيرة قوي ممكن استخدامها عشان اعمل عملية الكنترول طبعا لازم براعي ان الجهاز اللي أنا حطيته عشان اقس بي والفاينال كنترول ديفايس لازم يكونوا اللي اتنين كونكتت مع بعض في نفس الفيزيكال سيستم لازم اللي اتنين يكونوا مرتبطين مع بعض ليه؟ علشان القرار اللي طالع من من الكمبيوتينج ديفايس بتاعي او من الانسان ورايح للفاينال كنترول ديفايس هو اللي هيأثر في العملية بتاعتي وحرجع تاني اشوف ناتيكته عن طريق الميجرمند ديفايس طيب تعال عشان نفهموا الحتة الزغيرة تعالوا نشوفوا البلوك دياجرام داوت البلوك دياجرام داوت في ايه؟ اول حاجه عندي حاجة اسمها The Process ايه البروسس داوت؟ البروسس دي دي العملية اللي أنا بعملها دي القصه اللي بتحصل عندي في المصنع بتاعي او في الشركة بتاعتي البروسس داوت بلاقي ان هي بتبدأ باول حاجة بتبدأ باول حاجة بحاجة اسمها Sens اللي أنا بحس او بقيس السنس داوت بيكون عن طريق الميجرنج ديفايس الجهاز اللي انا حطه عشان اقيس بي طيب الجهاز ده عمل سنس عمل اياس او عمل احساس هيبدأ يبعثه للكنترولر بتاعي الكنترولر بتاعي دوت او الانسان اللي قاعد دوت او الكمبيوتنج اللي قاعد او 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 هيبدأ يشوف القيمة اللي طرع ديت ويشوف الكومة دي كويسة الكومة دي زيادة الكومة دي قليلة فهيبدأ ياخد decide يبدأ يقرر يصل على decisions ال decisions ده هيروح لمين هيروح للفاينال كنترول ديفايز اللي احنا تفعلنا الفاينال كنترول ديفايز ده ممكن يكون الكنترول فالب ممكن يكون هيتر ممكن يكون الالكتر موتور واتفر هيروح لفاينال كنترول ديفايز ده واتح يبدأ ياخد action في البروزيس بتاعي ومن خلال البروزيس انا هرجع تاني اعمل measuring والmeasuring الكيمة المasurer تروح للكنترولر واحد كسا هتفضل عندي لوب مقفولة مستمرة باستمرار است فكرت وخدت قرار نفست دي كده التلات خطوات المهمة جدا اللي انا بستعملها او اللي هي بتدخل فيه البروزيس بتاعتي طيب لو شوفنا مثال بسيط قوي اللي هو الhome sinmostate انا دلوقتي عندي التكييف في البيت التكييف ده بزبطه على درجة حرارة معينة بلاقي ان لو جو بدأ يحرر بدأت الحرارة تزيد عن درجة الحرارة دي هيروح جاي التكييف بتاعي يساقع عشان يخفض درجة الحرارة طيب بدأ يساقع ويخفض وصل لقيمة اللي انا مزبطها عليه اللي هي مثلا 20 درجة بلاقي ان الكمبيروسور او التكييف بتاعي بيفصل علشان خلاص انا وصلت لقيمة اللي انا عايزها طيب وصلت لقيمة اللي انا عايزها حسبت عليها على طول لا دي هتوعد شوية وهتبدأ درجة الحرارة تعالى تاني يروح هو جايش هجل تاني يبقى افسط مثال اللي عملية البروسيس عمتا اللي هو الهوم سرموستات تمام اللي انا بستخدمه عشان ازبط درجة الحرارة بتاعة الغرفة والبروسيس بتاعتي اللي هي العملية بتاعتي اللي هي التكييف لدرجة حرارة معينة اللي انا ازبط درجة حرارة الغرفة بدرجة حرارة معينة فبلاقي في المثال بتاعي ده السرموستات الجوه التكييف عنده اتنين فانكشن ليه وظفتين الوظيفة الاولانية سينسنج الوظيفة التانية كنترول سينسنج ايه؟ بيعمل سينسنج للحرارة تاني حاجة كنترول ايه؟ بيكنترول التكييف او بيكنترول الكمبريسور بتاعي اللي هو يشتغل عشان يزبط درجة الحرارة طيب انا دلوقتي اتفاقت اللي انا عايز الكنديشنر بتاعي او التكييف بتاعي او الجهاز اللي بيعمل سينسنج قاس درجة الحرارة طيب درجة الحرارة لا يساديت مفروض انه هو عايز يقارنها بدرجة حرارة معينة انا هتطهاله بنفسي بحيث ان لو حرارة دلوقتي الحرارة الفعلية دلوقتي اعلى من القيمة اللي انا كاتبها له اللي هي لعشرين درجة يبقى التكييف هيشتغل علشان يبرد الجو طيب لو قال هيعمل العكس يبقى القيمة الديزاير اللي انا عايز اوصلها ديت او القيمة اللي انا بكتبها اللي هي العشرين درجة معوية دي مثلا دي انا بسميها الست بوينت الست بوينت فلاقي ان في مجال الصناعة عند شوية مصطلحات او عند شوية ترمس كده منفردة ما بتتكررش الحاجات ديت لازم نعرفها مع بعض ودي ثابتة حلاقيها في اي مجال من مجالات الصناعة طب تعال نشوف بعض الكومان انسترومنتيشن ترمس ديت ويه المعاني بتاعتها اول حاجة انا عندي حاجة اسمها بروسس اتفقنا بروسس دي اللي هي العملية بتاعتي بيقولي ده الفيزيكال سيستم ويار اتامبك تو كنترول او ميجر ده الفيزيكال سيستم ده النظام الفيزيائي اللي انا بحاول اللي انا اعمل عليه كنترول اللي انا اتحكم فيه او اللي انا اسو زي ما بقول مثلا زي ما اتكلمنا على الارتفاع سائل جواه تانك البروسس بتاعتي ايه ارتفاع السائل جواه تانك لما الارتفاع اللي انا اسو دو تلاقيته قال يبقى ه takeaways اشغل متور عشان يشغل bump فبدأ املى تانك طب التنكة ملا يبقى الارتفاع بتاعي زاد يبقى حبعة اشارة للمطور اللي هو يقف عشان البامب تقف وهكذا يبقى البروسيس بتاعتي في الحالة ديت هي عبارة عن الفيزيكال سيستم دوت اللي هو ارتفاع الفليود بتاعي جوه الستوريج تنك يبقى دي اول دفينيشن او اول ترمز عندي اللي هو البروسيس اهو مثال زي ما احنا قلنا الووتر فرتريشن سيستم نظام الفلترة بتاع المياه المولتن ميتل انكيستنج سيستم سيستيم بويلر اي حاجة دخلة في مجال الصناعة او في مجال الكنترول والميجر مع بعض طيب تاني حاجة عندي حاجة اسمها البي في او البروسيس فاليو البي في او البروسيس فاليو دي بنعرفها بان هي الاسبيسيفيكوانتتي we are measuring in the process ديت الكمية اللي انا اقاسها دلوقتي في البروسيس بتاعتي لو انا بتكلم عن البروسيس بتاعتي عبارة عن درجة حرارة يبقى درجة الحرارة اللي انا اقاسها دلوقتي اللي طلعها لي حالا اثناء البروسيس لو انا بتكلم عن الارتفاع الفلوت جوه storage tank يبقى دوت الارتفاع او المنسوب دلوقتي لو انا بتكلم عن flow rate يبقى ده الفلو ريت دلوقتي البي في او البروسيس فاليو دي الكيمة الحالية لالكوانتتي او الحاجة اللي انا باقسها زي ما قلنا البرشر او الليبل او التمبراتشر او اي كمية فيزيائية انا باقسها يبقى انا شوفنا البروسيس وشوفنا البروسيس فاليابل او البي في في عندي بقى حاجة اسمها الاس بي او الست بوينت زي ما اتكلمنا قلنا ان الاس بي او الست بوينت دي الفاليو اللي انا عايز اوصلها او بمعنى اخر بقول دي التارجت فاليو بتاعت البروسيس فاليابل يبقى في مثال التكييف اللي احنا اتكلمنا عليه انا عندي ثلاث حاجات عندي بروسس اي هي البروسيس اي هي العملية بتاعتي الي انا اعمل تزبيط لدرجة حرارة الغرف طيب اية هي البي في او البروسيس فاليو دي درجة الحرارة فعليه بتاعت الغرف في الهي السي me 23 درج مية طب اي هي الاس بي او الست بوينت السيت بوينت في الحالة دي追عباره عن درجة الحرارة الي انا بزبط عليها التكييف بتاعي الي هي اسم League 20 نبسي طيب فعندي حاجة اسمها primary sensing element او PSE ايه primary sensing element؟ من اسمه كده ده device ده جهاز الجهاز دوت هو اللي بيحس مباشرة بالprocess value ده الجهاز اول جهاز او اول حاجة انا بحطها على العملية بتاعتي او بحطها على الحاجة اللي انا عايزة اسها وبيبدأ هو يقسها طيب بعد ما بيقسها بيبعث الكمية المقاصة او sensitive quantity بيبدأ يبعثها في شكل analog representations بيبعثها في شكل signal analog signal analog زي ايه؟ زي electric voltage او current او resistance او mechanical force او motion اي حاجة يبقى primary sensing element ده الاول جهاز انا بحطه او جهاز اللي بيتحطه على شاني ETH بيتحطه مباشرة عشان يقيس الprocess variable ويبدأ يبعث الprocess variable ديه بsignal analog بقدر اتعامل معها زي electric voltage او current او resistance زي ما احنا اتكلمنا طيب مثال تطبيقه على الكلام ده زي thermocouple زي السيريستور زي البوردن تيوب زي الماكروفون زي 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 طيب تعال انا اوت اول حاجة هو السير مكابل يعتبر bse يعتبر primary sensing element تعال نشوف مع بعض السير مكابل ده عبارة عن ايه؟ ده عبارة عن جهاز بيقس لي الحرارة طيب هو بيقس الحرارة ازاي؟ هو بيتحط فين؟ بيتحط اول حاجة على الحاجة اللي انا عايزة اسها مباشرة يعني انا مثلا لو عندي fluid ماشي في مصورة وعايزة ايه؟ درجة حرارة الفلوود فلازم السير مكابل يتحط في وسط الفلوود يبقى فعلا ده بيتحط directly جوه الprocess variable طيب بياخد الحرارة بيطلعها كحرارة لا ده السير مكابل بين الحرارة وبيطلعها كميلي فولت يبقى فعلا حول الحرارة بتاعتي من الprocess variable وبعتها كاليكتريكال فولت او بعتها ب– signal analog يبقى السير مكابل في الحالة دية فعلا يعتبر primary sensing element وزيдеو حاجات كتير بوقات الحاجات اللي احنا ذكرناها في الأ Stand حسين، من الزيان المهم forwards بالمامة اللي احنا عايزين اشوفها مع بعض البيان فأي شغيل الترانسيديوسر ايه ترانسيديوسر؟ بيقول ترانسيديوسر ده ديفايس جهاز الجهاز أو الديفايس ده بيعمل ايه؟ يحول سيجنال من شكل شكل تاني من شكل لشكل تاني إيه الهندسة الكهربية برموزرو برامز اي داش بي اللي هو بريشر الضغط فبيقولي ان ال اي تو بي دوت ده ديفايس بيحول من 24 ميلي امبير اللي هي الكتريك سيجنال عمتا بصرف النظر هي من كام لكام وبيحولها لمن 3-15 بي اس اي اللي هي قيمة ضغط مش مشكلة لبنيوماتيك سيجنال لقيمة ضغط يبقى ال اي تو بي ده جهاز بيحول الاشارة كهربية الاشارة فيزيقية هي عبارة عن ضغط يبقى ده كده ترانسيديوسر يبقى تاني معنى كلمة ترانسيديوسر ان ده جهاز او ديفايس بيحول كيمة ستاندرد او بيحول شكل سيجنال ستاندرد اللي هو عبارة عن الطيار في الحلقة في الاجزامبل بتاعنا لشكل تاني ستاندرد اللي هو عبارة عن الضغط تمام طيب عكسه البيتو اي البيتو اي كونفيرتا هيحول هيحول البينيوماتيك سيجنال ضغط البينيوماتيك اللي هو من 3-15 بيس اي ويحولها لالكتريك سيجنال طيب ده كده النص الاولاني من التعريف اللي انا قلت ان ده ديفايس هيحول لقيمة ستاندرد سيجنال لقيمة تانية قال لي ايه and or perform some sort of processing on زاد سيجنال ممكن يكتفي بكده وممكن يعملي شوية بروسيسنج على السيجنال سوية بروسيسنج على السيجنال زي ايه زي ان هو ممكن يعملي square root extractor يروح جاي حاسب اللي square root الجزر التربيعي بتاع السيجنال بتاع الامبوت سيجنال اللي طلع دي دي كاية كاوبشن زيادة انا فعلا انا في عندي مثلا لو انا اخدت مثال تاني البرشير ترانسمي اه سوري الدلتا بي ترانسميتر الدلتا بي ترانسميتر ده مفروض جهاز بيقسلي فرق الضغط وبيحوله لإشارة كهربية يبقى ده خلاص ده كده transducer بيحول كمية فيزيائية اللي هي الضغط لإشارة كهربية اللي هي الميلي أمبير بس كده لا ده ممكن كمان يبعتلي الكيمة دي كflow rate عن طريق ان هو يخد لها القوارينج روت يبقى هو كده عمل بروسيسنج كمان على السيجنال دي طيب احنا لما تكلمنا على transducer احنا تكلمنا على transducer بواجه عام ان ده جهاز بيحول من صورة رصورة في حاجة عندي بقى اسمها transducer يقول لي ان الترانسمتر ده ده عبارة عن device جهاز برضو بين السيجنال السيجنال دي جياله عن طريق primary sensing element ويروح جاي مطلعها على شكل standardized instrumentation signal زي من 3 إلى 15 بي اس اي او من 24 ميلي أمبير او electric current field bus signal whatever يبقى الترانسمتر ده يعتبر او بيندرك تحت قيمة transducer الترانسمتر عبارة عن transducer بس ده لي وظيفة special ايه الوظيفة اللي special اللي بتاعته اللي هو بياخد كمية فيزيائية او كمية مقاصة جاية عن طريق primary sensing element وبيحولها لصورة تانية برضو standard اللي هي ممكن تكون pneumatic air pressure او ممكن تكون ميلي أمبير او ممكن تكون volt او 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 يبقى الترانسمتر جزء من الترانسدوسر او ينترج تحت classification الترانسدوسر الترانسدوسر اللي بعد كده حاجة اسمها lower and upper range value اللي هي lrv lower range value and upper range value ايه موضوع lrv والurv ده بيقول لي ان انا اي قيمة انا عايزة اسها دايما بتتروح ما بين 0 في المية لمية في المية يعني ايه الكلام ده انا دلوقتي عندي مصورة المصورة ماشي فيها ضغط سائل فانا عارف اقل ضغط ممكن هقيسه للسائل دوت ان هو ميكونش فيه ضغط اصلا ان هو يكون 0 واعلى قيمة ممكن اللي انا اسها لضغط او اعلى قيمة ضغط ممكن توصل جوه البايبز دي مثلا mid bar يبقى lower range value اقل حاجة في الرنج بتاعي هي عبارة عن 0 واعلى حاجة اللي هي mid bar بس انا لما بيجي اعرفها بحاول اعرفها كنسبة مقوية يعني ايه اعرفها كنسبة مقوية تعالوا ناخدوا مثال اللي انا عندي ضغط جوه بايب الضغط ده من 0 لمتين بار يبقى lower range value بتاعتي 0 والover range value بتاعتي هي المتين والرنج بتاعي بتروح ما بين 0 لمية في المية الزيرو في المية هي عبارة عن 0 bar بس المية في المية هي عبارة عن المتين بار يبقى تاني اللower range value دي هقل قيمة ممكن اللي انا فاقسها والover range value دي اعلى قيمة او اعلى رقم انا ممكن اوصل اهو خدنا برضو مثال تاني انا عندي temperature transmitter جهاز بقيس بيه درجة الحرارة فبيقولي ان الرنج بتاع التانسوميتر بيبدأ ما بين 300 درجة مقوية الستارت بتاعه دايته 300 درجة مقوية وبيقف او اخر 500 درجة مقوية يبقى في الحالة ديت اللower range value بتاعتي اللي هي اقل قيمة هي عبارة عن 300 درجة وال upper range value اقصى حاجة ممكن اوصل لها هي عبارة عن 500 درجة مقوية في عندي بقى حاجة كمان تعريف تاني اسمه zero and span zero والspan ده مراضف تاني للlower range value والupper range value او مراضف لقيمة 0% وال100% بتاع الcalibrated range بتاع الاجهزة بتاعتي الزيرو ده بيعبر عن beginning point of an instrument range الbeginning point اللي هي نقطة البداية اللي هي 0% او هي equivalent للlower range value والسبان بتعبر عن الويتس او العرض او الفرق بين ال upper range value نقطة lower range value يبقى انا عندي الزيرو اللي هي خلاص بداية range بتاعي اللي هو الزيرو اللي سبان دي المسافة كلها الحتة كلها اللي انا بتكلم عليها طيب تعالوا نشوف example نفس temperature transmitter اهو قال لي temperature transmitter calibrated انا معايره على measuring range هيبدأ من 300 درجة مئوية واخر 500 درجة مئوية يبقى الزيرو بتاعي هو عبارة عن 300 اللي هي نقطة البداية واللزبان في الحالة دي هيبقى عبارة عن ال upper range value ال 500 نقص 300 يبقى اللزبان بتاعي عبارة عن 200 درجة مئوية يبقى لازم افرق بين lower range value اقل قيمة upper رانج بتاعي كله قدي اللي هو عبارة عن upper range value نقص lower range value طيب في بعد كده عندي حاجة اسمها controller ايه controller دوت من اسمه شكله كده الحاجة اللي انا هستخدمها عشان اعمل تحكم بل controller ده 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 جهاز بيستقبل ال bv او process value احنا فاكرين ان ال bv process value دي القيمة اللي انا اعيزها فعليا دلوقتي طيب ال bv دي جاية من ال bse اللي هو primary sensing element الجاية primary sensing اتفاقنا انها ممكن يكون ده transmetere وممكن يكون حاجة اس لحرارة يبقى انا مبدئيا عندي bse primary sensing element هيبعت bv process value اعيزها دلوقتي هيبعتها فين هيبعتها لل controller ال controller هياخد ويبدأ يقارنها بالقيمة اللي انا عايز اوصل لها في ال process بتاعتي او الطرجة اللي انا عايز او اللي انا سميته ال set point او ال sb ويبدأ يقارن بين bv وال sb وبناء على المقارنة دي حيامل شوية حسابات مش عارف او ورح جاي ينطلع out boot signal ال out boot signal دي هيطلعها ال final controller control valve طيب هنقوله ما عايش مثال تاني بقى المنظومة دي كده كلها عندي transmitter بيقسلي درجة حرارة fluid جوه درجة حرارة سائل جوه tank يبقى primary sensing element هو عبارة عن temperature transmitter s دلوقتي 50 درجة مقوية دي عبارة عن process value هيبدأ يبعت ال bv دي ال controller هنفترض ال controller cooler ال controller سيأخذ 50 ويقرن بال set point اللي انا حطيتها اللي هي 40 سيلاقي ان درجة حرارة دلوقتي اعلى من set point اللي انا حطيتها فهيبدأ ال controller بتاعي اللي هو cooler يبدأ يطلع output signal لل final control element اللي هو control valve يفتح يبدأ يدخل مية التبريد او يبدأ يشغل ال cooler بتاعي عشان تبدأ درجة حرارة تنزل مرة تانية ده كده المقصود بال controller ودوره في ال process بتاعتي طيب في حاجة عندي كمان اسمها automatic mode ايه automatic mode دوت بيقوللي automatic mode دوت لما controller بتاعي بيكون على وضع automatic mode يبقى انا هطلع output automatic بطلع output signal جهزة بتعتمد على relationship بين process value وال set point خلاص BV يقررنها بال S-B ويطلع اوضبط بناء على النتيجة اللي هو هيشوف manual mode mode الوضع مختلف الوضع مختلف ازاي اللي انا controller اوكي هياخد decision بناء على BV وال set point اللي انا حاطتها بس انا عندي القدرة ان human operator هو اللي يطلع القرار بتاعي ويبعته لل control element مش controller اللي حيبعته A-Controller حياخده القرار ويطلعه بس مش هو اللي هيوصله لان عندي ability عندي القدرة اللي انا اعمل by-post على القيمة اللي controller المطلعها دي عشان اسمح له human operator لو يدخل مباشرة ويكتب القيمة او يكتب الرقم اللي هو عايز يبعته طيب تعالوا نشوفوا المثال دوت دائرة control زريف قوي دائرة عبارة عندي boiler او غلاية والغلاية مفروض اللي انا بدخل الميا من هنا عندي pipe دخلة ميا متحكم في كمية الميا اللي دخلة عن طريق control valve operated control valve وبعدين الميا دي مفروض هتمش في شوية موسير وتطلع في الرقم اللي فوق دوت الرقم ده مفروض يبقى فيه جزء ميا مثلا هنفرد انه نصف ميا وانا هنا حطت burner اشعال فالميا دي طبعا هتسخن هتتحول لبخار وتطلع من هنا لازم controller بتاعي او process بتاعتي اللي انا هوافز على ارتفاع او منسوب او كمية الميا هنا جوه الدرام منسوب الميا جوه الدرام في مستوى معين ماينفعش يزيد عن المستوى ده هو ماينفعش الميا تقل طيب انا بتحكم في كمية الميا عن طريق ايه عن طريق control valve طيب تعال نشوف الprocess بتاعتنا ماشي ازاي الprocess بتاعتنا حلقة اللي انا هركب على الsteam درام دوت level transmitter جهاز بيقرالي الlevel جوه الدرام الدين ودوت هو عبارة عن priming sensing element الlevel transmitter ويقس لي ارتفاع الميا جوه الدرام ويبدأ يطلع الاشارة كهربية الاشارة كهربية ده هتروح للlevel indicating controller living indicating controller جاي له اشارة من level transmitter هي عبارة عن pv او process variable دلوقتي وانا هتطلع sb اللي هي باللون الاحمر اللي هي عبارة عن sit point هي يقارن الاثنين مع بعض وياخد decisions بتاعه ويطلع decisions بتاعه عبارة عن signal pneumatic من 3-15 ربية السؤال ويبعت ها ل control valve بناء على كمية الهواء عبارة اسف عن ضغط الهواء اللي رايح ل control valve هيبدأ البلف يفتح او يقفل عشان يتحكم فيه منسوب الماء ناخد مثال بالارقام هافترض اللي انا نحطت الستبوينت هنا 100 ملي متر و الارتفاع جوه الدرام دوت 90 ملي متر يبقى الفرق بين الستبوينت والبي في 10 ملي فحيبدأ ال LIC هيبدأ يبعت ل signals يطلع ياخد decisions بتاعه ويبدأ يبعت ل signals بشارة هو الرنج بتاعه 15 بل السؤال لل control valve دوت علشان يبدأ control valve ايه هيقفل ولا يفتح احنا اتفقنا دلوقتي ان البي في اقل من الستبوينت يبقى خلص هيبدأ control valve بتاعه يفتح عشان يزود كمية المية اللي داخله لل drum هتبدأ البي في بتاعتي تزيد لو البي ذاتت عن الستبوينت هيبدأ ال LIC يطلع إشارة ل control valve اللي هو يبدأ يقفل عشان قال الكمية المية اللي داخله عشان ترجع تاني البي V تقرب لل set point يبقى احنا كده في الانتروداكشنز النهاردة احنا مش حابين نطول في اول محاضرة احنا النهاردة اتكلمنا على introduction عرفنا اهمية الياس عرفنا شوية تعريفات process LRV upper range value lower range value set point BV وفهمنا الدنيا عندنا ماشية ازاي ان شاء الله من اول المحاضرة الجاية هنبدأ ندخل في الياسات اللي احنا اتكلمنا فيها المحاضرة الجاية هنتكلم على pressure measurement مستني اسئلتكم مستني اراءكم البركتو